جهود كبيرة تقوم بها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين كما أطلقت الدولة مبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية التي تستهدف الارتقاء بالأوضاع المعيشية بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة رغم الأزمات العالمية وتدعيتها على باقي اقتصادات العالم إلا أن الدولة بذلت جهودها بتوجيهات من القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وفي هذا الإطار يأتي التزام الدولة بمصاري تحسين أجور العاملين بها وأصحاب المعاشات خلال عام 2024 على نحو يتسق مع جهودها بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مبادرات تستهدف الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة تأثرا بتداعية جائحة كورونا وما أعقبها من توترات جيوسياسية عام 2023 كان شاهدا بالفعل على رفع إجمالي الدخل للعملين بالدولة وكذلك أصحاب المعاشات من خلال حزمتي تحسين الأجور في أبريل وأكتوبر الماضيين الذي يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه تحملتهم الخزانة العامة للدولة يأتي ذلك رغم ما تعانيه موازنات مختلفة لاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة الدولة تنتهج سياسة تحسين الأجور والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية عام 2023 شهد كذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة مرتين بنسبة تتجاوز 40% بما يساعد في مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتعمل الدولة دائما على رفع كفاءة الإنفاق العام وتحديد أولويات الموازنة وفقاً للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بما يسهم في الحد من الأثار السلبية للأزمات الاقتصادية الدولية